صادق مجلس الحكومة المنعقدة اليوم السبت برئاسة ابن الإله بن كيران رئيس الحكومة على مرسوم يتعلق بتغيير الساعات القانونية في مستهل الاجتماع صادق مجلس الحكومة على مرسوم رقم جوج 13781 يقضي بتغيير المرسوم رقم جوج 1212 الصادر في الساعة 20 جماعة الأولى 1433 موافق لـ 18 أبريل 2012 والمتعلق بتغيير الساعة القانونية حيث ستضاف ساعة بدءا من ثانية صباحا من يوم الأحد الأخير لمارس كما سيتم تأخير ساعة عند الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة واستند المجلس في ذلك على أهمية هذا القرار في ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب وخاصة على المستوى الأوروبي الذي يعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند البداية والنهاية مع الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القرار